وللوقوف عند تطورات معركة الموصل والاستعداد لها معنا عبر الأقمار الصناعية سيد هشام الهاشمي الخبير الأمني مرحبا بك سيد هشام مع هذه الاستعدادات والتحشيدات وكل هذه التجهيزات حتى أن الولايات المتحدة تحشد لهذه المعركة كيف تقرأ هذه المعركة بداية وكيف ستبدأ الأمور هناك حقيقة استراتيجيا تعتبر معركة الموصل هي الأهم في جغرافية احتلال داعش لمناطق ومدن كبرى في العراق وسوريا ولذلك ينبغي التحشيد لمثل هذه العملية الولايات المتحدة الأمريكية ما يعنيها هو التحرير لأجل موضوع الانتخابات الرئاسية الذي يتزامن مع بدء عمليات التحرير هناك حشود برية عراقية تصل إلى 65 ألف مقاتل نظامي بالإضافة إلى من يساندهم المقاتلين غير النظاميين سواء كان في الحجد العشائري أو الحجد الشعبي هذا الحشد المقصود فيه سواء كان نظاميا أو غير نظاميا هو القضاء على أهم معاقل تنظيم داعش المعقل الروحي الذي منه أعلنت الخلافة فيه خطبة البغداد خطبته الشهيرة أيضا تلك المدينة التي هي تعتبر الأكثر سكانا ضمن جغرافيا التي يسيطر عليها تنظيم داعش فلا بد أن تكون هذه العملية هي بحجم هذه الاستعدادات منذ ما يقارب ستة شهور والقوات المشتركة العراقية تستعد لهذه المعركة الفرقة السادسة عشر والفرقة الخامسة عشر وقوة بحجم فرقة من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة المدرعة إذن أنت ترى أن المعركة ستكون ليست بهذه الصعوبة مع كل هذه التحشيدات المعركة سوف لن تكون سهلة ولكنها لن تكون طويلة هذه المعركة تأتي صعوبتها بتواجد ما يقارب مليون وثلاثمئة ألف إنسان في الموصل وبالتالي من يريد أن ينتصر ينبغي أن يتقدم بحذر ويرتقب في كل حركاته ألا تكون هناك أخطاء غير مقصودة باتجاه الأهالي رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي نعم رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي قال بأن القطعات أصبحت جاهزة وأن هذه المعركة ستكون أقرب إلى القيارة والشرقات وطلب من المدنيين أن يبقوا في منازلهم بهذه الحالة كيف ستكون الأمور على ما يرام بالنسبة لهؤلاء المدنيين الذين يصل عددهم إلى مليون ونصف تقريبا يعني حقيقة ثلاثة وحدات مختصة في قتال الشوارع والمدن وحدة من جهاز مكافعة الإرهاب ومن قوات الرد السريع بالإضافة إلى القوات الخاصة من البيشمرقة سوف تعالج تلك الأزمات الموصل 65 حي داعش نعتقد أنه لن يقاتل في كل هذه الأحياء سوف يقاتل في الساحل الأيسر بحسب ما هو متوقع بثلاثة أحياء وفي الساحل الأيمن بخمسة أحياء ولذلك شبه رئيس أركان الجيش عملية التحرير هي أشبه بعملية تحرير الفلوجة والقيارة والشرقات لن يقاتل في كل هذه المساحة الواسعة بأعظم تقدير لقوات داعش بحسب التقارير الاستخباراتية أنهم لا يتجاوزون الأربعة آلاف مقاتل حسب معلوماتك سيد هشان نعم حسب معلوماتك إذا تطورت مجريات المعركة وأصبح هناك أضرار كبيرة لدى المدنيين لا سمح الله هل هناك خطط ضمن هذه المعركة لفتح معابر آمنة لهؤلاء المدنيين أم أن هذا الموضوع لم يكن بالحسبان أصلا ليس موضوعا ضمن الخطط باعتبار أن استهداف المدنيين سيكون بعيدا عن مرمى القوات الحكومية ومن معها حقيقة كجغرافيا في الموصل لن تستخدم فيها نيران ثقيلة وحتى سلاح الجو سوف يستخدم قذائف محدودة التأثير وبالتالي تكون هي لأهداف نقطية نعم سوف تكون هناك أخطاء غير مقصودة لكنها ليست بالسعى التي يتصورها المختصين في حقوق الإنسان أو المختصين في مراقبة مثل هذه الحروب أيضا الولايات المتحدة نعم الولايات المتحدة حذرت أو متخوفة من موضوع استخدام تنظيم داعش للأسلاح الكيميائي هل لديك معلومات عن هذا الموضوع وهل من الممكن ومن المتوقع أن يقوم التنظيم إذا ربما طر في مرحلة من المراحل استخدام هذا السلاح في حال أنه يمتلك هذا السلاح لا حقيقة بحسب اعترافات سلمان العفري وهو المسؤول على ملف التطوير الكيميائي لتنظيم داعش وهو معتقل حاليا في أربيل اعترف أنهم لا يمتلكون مادة غاز الخردل بل يمتلكون عنصر الخردل الذي هو أشبه ما يكون ببودر ولا يمتلكون تلك المختبرات التي تستطيع أن تطوره إلى غاز حيث يكون فاعلا وقاتلا وبالتالي ما يشاع من أنه يمتلكون سلاحا كيميائيا أو قدرا أو سميا إن وجده فهو ضعيف المفعول وغير منتج وأيضا بريطانيا زودت وحدة خاصة بأجهزة لمتابعة مثل هذه الأمور ونعتقد أن هناك مصنع في أحد أحياء الموصل ربما تكون في هذه التأثيرات الجانبية وإن كانت ضعيفة لكن هناك استعدادات كاملة حتى الطائرات المفخخة لدرامز التي يحدد بها تنظيم داعش اليوم الولايات المتحدة الأمريكية سلمت وحدة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بنادق قنص خاصة لاستياد هذه الطائرات المفخخة التي يعتقد أنها لا تتجاوز المائتين طائرة تمتلكها تنظيم داعش في الساحل الأيمن إذن كل المفاجآت التي قد يعمل عليها تنظيم داعش هناك استعداد لسد تلك الثغرات وهذه العملية عملية دولية بمعنى الكلمة نعم أنت قلت أنه لن يستخدم أسلحة ثقيلة في موضوع القصف وأن سلاح الجو سيكون له أهداف دقيقة وأسلحة محددة ودقيقة ونقطية كما ذكرت بهذه الحالة هل سيكون الاعتماد على الاقتحام البري للدخول إلى مدينة الموصل والقضاء على تنظيم داعش الموجود هناك هل لديك معلومات عن هذه الخطط البرية المحاور التي سيتم الاقتحام من خلالها؟ حقيقة نعم اليوم بغداد بالتعاون مع ظرفة أربيل للقيادة المشتركة قسمت الموصل إلى ثلاثة محاور وتركت المحور الغربي ربما حتى فلول داعش ووحداته تذهب بعيدا عن الأهالي حتى لا تكون هناك أضرار بالمدنيين محور الخازر ومحور القوير والمحور الجنوبي الذي ربما ينطلق من جهة منطقة المحلبية باتجاه الساحل الأيمن هذه المحاور الثلاثة هي التي سوف تعمل عليها القوات المشتركة وسوف تترك قوة لعزل وحصار منطقة الشورى وحمام العليل حتى لا تستطيع عناصر داعش المتواجدة في هاتين المدينتين على مشاغبة طرق الإمداد وماذا عن مشاركة الحجد الشعبي في هذه المعركة وباختصار لو سمحت حقيقة الحجد الشعبي سوف يكون له محور ثانوي في عملية تحرير الموصل ومحور رئيسي في عملية تحرير تل عفر نعم شكرا لك سيد هشام الهاشمي الخبير الأمني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد